اشتركوا في القناة اللي حضرتك طارحة لهو يبدو هيك هو الجو لازم يكون ليجي بالاخر مقترحة امريكي ويتم تسليمه للرؤساء الثلاثة وان يرحب به رئيس مجلس النواب الموقف الرسمي الوحيد الذي خرج حول هذا الاتفاق حتى الساعة هو موقف الرئيس بري هيدا كله اذا تم التجاوب معه ما يكون فاز لبنان باتفاق لترسيم الحدود لا بكون لبنان عادة الى العام 2011 وقبلها بالحد الأدنى اللي كان وقته عملته الحكومي اللي هو الخط 23 وتنازل عن مساحة 1430 كيلومتر مربع اللي هي الحق المكتسب لهو نحن في فرق بين أمرين طبعا مصرعة لهالموقف لأنه اللي كان بلمح على اللي بيعطرده على الأقل بمعنى أنه يعتبروا أنه فيه جزء من انتصار ما تحقق بهذا خليني الانتصار الانتصار إذا بنا نفصل بهذه النقطة الانتصار تحقق أنا بعتقد بتدخل المقاومة بلحظة ما كانت الدولة اللبنانية عم بتقدم تنازلات كبرى هذا هو الانتصار فرجع هدى مثل ما بقوله ركاب للدولة أنه أنتو مش ضعاف فوضوا من موقع الأوي وأنا بظهركن وطلعت المسيارات وأنه ما رح خلي الإسرائيلي يبلش شغل إذا ما نحن بلشنا الشغل طيب هذا الانتصار إذا عم نحطه بهذه الخاني هو انتصار للمقاومة وللبنان بأنه توقف التنازل عنده حدود معينة أما أن يكون الانتصار بأنه نحن أخذنا حقوق لبنان كاملة لا ما في انتصار معلش لأنك فرق في فرق بين أمرين في فرق بين حقوق لبنان المثبتة وفقا للقانون الدولي وللدراسات التقنية وبين المطالب التي طالبت بها الدولة اللبنانية نحن اليوم اللي عم يتحقق بهذا الاتفاق هو العودة إلى المطالب اللبنانية اللي تم تأسيسها في العام 2011 من خلال المرسوم 6433 اللي هي الخط 23 وهي شيء تم ترسيخه به حكومة رئيسيات مع الصغرات اللي عم نحكي عنها واللي تحتاج إلى أجوبة تاني شغلي مهمة برجع بقول لشو الإحداثيات يعني هذا سؤال مهم كتير إذا أنا عم باخد الخط 23 كاملا وما عم باخد جغرافيا زيادة بحق القاناة احنا ما أخدنا جغرافيا زيادة بحق القاناة نحن كل ما هنالك أخدنا مخزون المحتمل المخزون المحتمل لحق القاناة ضمن البلوك 72 الإسرائيلي عشان تكون واضحة الصورة بسنعا بيقول لحق القاناة كاملا 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 بالمعنى النظري بس لما منقول الخط 23 أسمنا حق القاناة أسمنا حق القاناة الجزء المحتمل اللي خارج 23 هو ضمن الحق لـ 72 الإسرائيلي فنحن أخدنا الخارج 23 مخزون المحتمل لحق القاناة ما أخدنا الحق الجغرافيا يعني ما نعمل خط متعرج ليأخذ الحق عشان تكون واضحة الأمور لأنه نعمل حمل التسريبات نتمنى كنتوا تأخذوا حق القاناة كاملا وترسموا خريطة جديدة لذلك أنا دائما عندي سؤال ليش الإحداثيات الجديدة شو اللي مستجد بالموضوع حتى نعمل إحداثيات جديدة طالما الإحداثيات مبلغة للأمم المتحدة بالخط 23 ولا نحتاج إلى هذه الإحداثيات تانيا كيف بدأ يتم التفاوض لدفع الإسرائيلي إلا أنه نحن إذا وجدت كميات في الجزء اللي هو خارج 23 من حق القاناة كيف بدنا نستفيد من هذا الحق بالسرعة الممكنة ومن دون ما يعطلنا الإسرائيلي وبعطي أمثلة أو مثال واضح جدا اللي هو حصل بين الكيان الإسرائيلي وبين دولة قبرص اللي على حق الإفروديت تم إيقاف الحقل طبعا الكيان الإسرائيلي إلو 5% من هذا الحقل وفق الترسيم صروا موقفوا الإسرائيلي للأبرص عشر سنين وما بيخليه يشتغل حضرتك بعدك عم تركن للألفين وحدا طبعا فنحنا نحنا كمان صرنا عشر سنين بس بدي أذكر كمان بنقطة تالتة ومهمة فيما يعني الوعود ويمكن شرح الجزء منه هلأ السيد لوري قبل ما نطلع الهوى كنا عم نسمعها حول مسألة إمكانية الإنتاج لأنه اليوم في وعود كتير كبيرة كل عم بيتغنى فيها حول مسألة أنه نحن هذا الموضوع هو المنقذ الوحيد للبنان لأنه البلد من هارك هذا بدي يقلنا كيف بدي يكون المنقذ الوحيد للبنان هذا الموضوع وهو يحتاج على الأقل ما بين خمسة إلى سبع سنوات للبدء بالإنتاج ما ننسى أنه الإسرائيلي صروا عم يشتغل من سنة الـ 2009 ونحن هلأ بالـ 2022 13 سنة عم يشتغل على عفوا صروا ببدء عم يشتغل بالـ 2013 للـ 2022 نكون دايقين صروا تسعة سنين عم يشتغل للاستخراج من حق الكريش قبل كان الشغل على ترسيم الحدود وعلى تسعة كان عم يلهينا كان عم يلهينا بالمفاوضات اللي كان يحكي عنا الرئيس بري والشاقة وغيرها كان عم يلهينا بخط هوف ومنقبل بهوف لأ منتراجع عن هوف لأ مناخد بين هوف و23 بهالتسعة سنين أنجز كل أعماله الإسرائيلي بحق الكريش اليوم بعد توقيع هذا الاتفاق هذه نقطة كتير مهمة الإسرائيلي بيكبس زر بيبلش يستخرج من حق الكريش نحن بدنا نكبس مليون زر من هلأ لوقت لحتى اللي نقدر نستخرج أنا ما عم بحبط العالم بس عم كون واقعي عشان ما نعمل وعود لأنه كل القوى السياسية بما فيهم بما فيهم حزب الله لحظة إيه ما هذه هي إنه إذا حزب الله كمان عم بيهلل بمكان ما لهذا الاتفاق ليه؟ لأنه البعض يقول إنه صحيح ما حنستخرج ولا حننتج أي يعني بالمنطق وبالعمل وكل ذلك لأنه يكون هناك لا إنتاج ولا استخراج قريبا لكنه مجرد أن توقع الاتفاق كأنك وقعت اتفاق هدنة جديد مع الإسرائيل وهون الاستقرار بيجيب الاستثمار صح؟ أول شيء لا مش صح لأنه اللي بيجيب الاستثمار هو الاستقرار التشريعي والسياسي في الداخل وليس فقط على الحدود على الحدود جزء من الاستقرار بدي أذكر بالتلاتة وتسعين عمل علينا عدوان الإسرائيلي بالستة وتسعين عمل عدوان الإسرائيلي بالألفين حرارنا أرضنا بالألفين وستة كل ذلك لم يمنع تدفق الأموال إلى لبنان ليش؟ لأنه كان بعد فيه هيكل دولي رغم أنه لا كان التشريع مستقر ولا كان أنه استقرار سياسي بالمعنى الكامل كان فيه رعاية دولية من ضمن السوري أمريكي سعودية سورية كانت تضخ على البلد مال هذه الرعاية كان الأمريكي مش مسكر المنافذ كان السعودي كل ما يصير شيء هو وباقي دول الخليج كل ما يصير شيء يحمل كمية من المال ويجي يحطها في لبنان في كتير عوامل مش مسألة الاستقرار على الحدود لذلك أنا بتمنى على الجميع قبل أن نعد الناس بأنه الفرج والازدهار جاي على هذا الاتفاق البعد مش واضحة معالمه قبل ما هيك نجي ندقق بشيء أهم أنه هل نحن بالداخل جاهزين لأنه نمشي بمسار نعمل استثناء خارج الصراعات السياسية بين القوى الموجودة حتى الدولة تقدر فعلا ترعى هذا القطاع اللي اسمه قطاع النفط والغاز ونبدأ العمل عليه جديا مهما صار متغيرات سياسية كنا عم نحكي عن حق الكريش معلش يعني دائما حتى سمحت السيد بقول واحد لازم يتعلم من عدوه من سنة 2007 لسنة 2022 مش هايك كم حكومة تبدلت في كيان العدو الإسرائيلي يمكن كذا حكومة وكم مسؤول تبدل إنما بقي المسار فيما يعني الشغل على الاستخراج من حقول النفط والغاز اللي موجودة بالبحر كان الشغل قائم وما تأثر بالتبدلات السياسية ترجمة نانسي قنقر